اهلا وسهلا بكم في الدرس العاشر كيف تصمي جزيرة على برنامج في هذا الدرس هنبدأ ان نضيف الاعشاب تبعيتنا هنبدأ نستخدم الاعشاب اللي نزلنا بالفيديو الماضي الدرس التاسع خلينا نبدأ على طول بالشغل اول ايش بتسوي بتحدد كل الاعشاب بتضغط اها دي سيلكت بعدين بتختار المجموعة اللي انت بدك تنزلها يعني انا حدث هاي المجموعة بضغط علامة صح عليها الان اذا بضغط انا الرسم رح يحط لي كل الاعشاب اللي انا حدثها في مكان واحد فرح تلاقي مجموعة من الاعشاب مختلطة مع بعض طيب خلينا نبدأ على طول نضغط عليها نختار size brush خلينا نكبر شوية brush ونبدأ ان نضيف بسرعة المواد طبعا الكمبيوتر قاعد بيعالج كمية خرافية من الاعشاب لاحظ انت الكمية اللي بناها في عندي ملاحظة صغيرة هون قاعد يرسملي على الحجر فانا رح اعمل undo ورح الغي الاستاتيك مش انا ما بدي هي يرسم على الجبل تبعي فخلينا نحط احنا هون لان رسمها بعد هيك بسي اضيف انا بالجهة هاي قاعد بتأخر الكمبيوتر لانه بضيف كمية خرافية من اطلاق كم الف عشبة اضاف خلينا نضيف كمان المنطقة هاي اللي هون نضيف زي هيك ممتاز ونضيف هون خلينا نصغر شوي الفرشاي الان دا اضيف هاي المنطقة تمام الان السكيل تبعي كويس انا حاطت سكيل من واحد لاثنين يعني لو بدأت اللعبة وخدت نظرة هل بقدر اللعب يمشي ويشوف العالم بقدر اللعب يمشي ويشوف العالم فيه احناس بتحب تسوي العشاب اكبر من هيك على حسب المصمم اللعب المطور شو بحب يسوي خلينا اضيف هاي المنطقة هون لان اضيف انا كمان هاي هون المنطقة بد ازيد اشوية عشاب في هاي المنطقة اضيف في هاي المنطقة كمان هون هيك ونزل لهون اشوف كيف صاروا تمام لا خلينا نضيف كمان شوي هون تمام ممتاز الان زي هيك خلينا نضيف كمان هون لاحظ انت المنظر من السماء شوي مزعج لكن ما تكترث كتير منظر من السماء لان اللعب لما هيبدأ ما رح يشوف المنظر من السماء ممكن نشوف زوايا احنا صحيحا نضبطه لكن انت لا تكترث كتير للمنظر خليني يجي كمان هون انصغر الفرشاي شوي ونضيف هاي المنطقة تمام كل ما انت صغرت الفرشاي كل ما صار عندك تققى اكثر وراح منظر الدائرة اللي انت شايفها كل ما كانت الدائرة اللي ان فرشاي اللي انت بستخدمها اصغر كل ما اختفى منظر الدائرة طيب نكمل احنا من هاي المنطقة من هون هيك تمام انا الان بدي اضغط shift على الكيبورد وامسح الحواف shift بدي امسح هاي الجهة و بدي امسح هاي الجهة حتى يطلع الاشي مدبب تمام ممتاز الان خليني نضيف كمان شوي في المنطقة هاي اضغط 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 تمام اضغط 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 درسنا في الدرس الماضي دعني أخفف شوية من الأعشاب في مناطق بدي أخفف فيها شوية الأعشاب دعني نشوف هنا ضغط shift وقعد أخفف الأعشاب بديش تكون الدنيا كلها مع بي عشب طيب هاي كثافة هنا قلت كثير لا بنا نرجع undo دعني رجعهم دعني ثواني رجعهم الآن أنا خليني أزود هاي شوية هاي كثيرا كمية المعالجة خرافية من ممكن جدا أنه تعلق اللعبة طيب ثواني بس يعالج كل شي يلا أعرض لنا نعطي ثواني خلص نمع الآن دعني أخفف هدول هدل ضغط شفتوا قاعد أخفف الكمية العشوب للنص قاعد أقلل الكمية طيب أنا ممكن أقلل كما من هاي الجهة من هون أضغط شفت طيب نقلل كمان هاي ننزل هاي شوية تحت كمية كبيرة طيب أشوف ممتاز نقلل هون كمان طيب بداية العشوب بتكون هيك تصير أكثر أكثر شوي تصير كثير تمام وهنا نفس القصة خلني نخفف شوي الجهة هاي ممتاز ونخفف شوي كمان هالجهة عاد طلعة تمام نكسر الحدي أخف نسوي play ونشوف كيف صارت لعبتنا طبعا كل المنظر المنظر هيك شوي كئيب يعني بده شوي التصحيحات التصحيحات هاي كلها رح تصير لما ندخل على مرحلة الإنارة مرحلة الإنارة هيتغير كل الكلام وحيصير الموضوع أكثر دقة طيب خلينا شوي كمان نشكل في الأعشاب الآن سوف أضيف الورود تبقيتنا لأن هذا الكم من الورود أضيفه الدنسيتي بديها أقل بكثير من هايك خلينا نقول تصفار واحد خلينا نشوف الآن لو أنا أضفتها هون كمي سوف أضع ورد اوكي اشوف كثير قليل زيادة قليل خلينا نضع والأكثر صفرين واحد خلينا نشوف الآن كمان كمان لسه تنظيف نشوف نشوف القلم إلى صفر فاصلة واحد أولا اغنبأ أضفتها وملؤاخر كل الورد اللي أنا اضفته تمام ونحط الورد هون ونشوف هيك أوكي كمية الورد ممتازة الآن نضيف الورد في مين في بعد أول منطقة هاي وطالب نبدأ اضافة الورد ممتاز الورد موجود هاي الورد صار موجود الآن اضيف كمية الورد كمان بين هذول العشاب الكثيفة جدا تمام تمام ونحط الورد تمام تمام حتى طيب اضيف ورد هون اضيف شوية ورد هون تمام اضيف شوية ورد هون اوكي ممتاز شوية ورد هون خلينا نبدأ ونشوف المنظر بافكت ممتاز جدا كمية ورد منطقية مش مشوية زحمة انو بافكت وانا ما اضفناش ورد شكل الورد هون حطينا تمام طيب الان ايش عنا احنا هيك خلصنا المنطقة الخضراء خليجي على المنطقة الرملية نقوم بعمل ونحدد العشاب البرية ونضع على هون ونشوف الان لاحظ انت هون كمية كبيرة كثير ما بناسبني انا هاي الكمية اعمل اندو ونزيد اقل دينستي لصفر فاصل صفر 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 واحد خلينا نشوف الان لازم نحط لي واحدة اينتين بس ما بدي كثير ممتاز انا بدي كميات قليلة جدا ممتاز بديش اقرب على الشط كثير خلينا انا بالمنطقة هاي طيب لو بدأ اللاعب من هاي المنطقة خلينا نشوف كيف المشهد هيطلع ممتاز كمية الاعشاب قليلة جدا اعشاب البرية في الجماعاتق الرميدة قالبا تكون قليلة طيب خلينا نضيف شوي هون نضيف شوي هون اوكي وكمان بدي اصغر شوي الفرشاة ونزيد هاي من صفر صفر واحد لصفر واحد واجه على المنطقة اللي هي المنحدر هاي طلع اللى فوق زي هيك فيكم خليط بين العشبتين وهون كمان ممكن ادخل المنطقة هاي انسيتك مشمط فيه كويس بحط هاي هون هيك هون زي هيك بضيف هون بعمل شوي هاي بمشي على المنطقة الرملية وهون برجع ونزل هاي للصفر فاصل صفر 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 واحد ونزل 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 على المنطقة كاملة هاي نشوف هون ممتاز 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 ممكن كمان انا اعمل ازود انا اقل هاي هاي ونزل هاي مثلا الواحد واجه هون احط حوالين الحجر عنده اقل شوي هيك واجه هون خليها اقل شوي فاصل صفر خمسة مش مشكلة اعمل زي هيك هون احط شوي هون زي هيك وحط هون انها عشاب تكون صخرية خلي نقول طيب العشاب الان هي كلية تتميل قاعدة انا ممكن لو انا حطط على محضر تطلع انت هون لو رسمت العشاب هون عزا وي قاسي جدا لو رسمت العشاب هون انا ممكن اللغة 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 لاحظ الان لما اللغة انا رح تصير بس وجهها لفوق حتى مع انها على طلعة مع انها طالعة على فوق بتكون وجهها لفوق ما مش جاية عمودية على المنظر طيب خلي نلغي بس هدول اللي ضفناه اخر شي عنده ممتاز تمام بقدر كمان اجي انا هون لان اضيف على هاي الجهة هاي لاشا بتلاحظ انت انا مش راضي يضيف لي اياها في ها المكان ليش لانه عندي الزاوية كانت 45 بان ذكر ولا كمان الزاوية 45 خلينا نحط اللغة 90 90 سيرسمها اكيد تمام اوكي اخفف انا زود هاي واخفف هاي لصف فال صفر 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 خمسة حتى لسا تكثير كل هذا وانا اصبق قلل ويستر رقم كبير نحط كمان صفر واحد نشوف طيب نرجع نحط على هاي على صفر فاصل صفر واحد ونصغر هاي كثير ونيجي هون هاي احط زي هيك تمام طيب الان انا مثلا عندي الحجرة هاي باجي بحط وبيجي بقول لحط للي شوية اعشاب هون ممتاز باجي نفس الاشي ممكن احط شوية اعشاب هون حوالي الصخرة بقدر كمان اضيف حوالين هاي انا كم هيك بالزبط هيك احدد المكان اللي بدي اضيف عليه ممتاز احنا هيك يفترض خلصنا هاد الدرس طبعا فيه اشياء كثير ممكن نسويها لكن بكتفي انا بهذا القدر انت بمكان لك تاخد جولة في هاد العالم وتصير تمسح الحواف انا رح اكم اصل لحالي رح اصير امسح الحواف مرة ثانية انت عليك نفس الاشي اللي انا سويت هون ففيش داعي اضيع وقتك انت بتقدر ترتيب العشاب بالطريقة اللي انت بتشوفها مناسبة وبالتوفيق يلا في امل الله مع السلامة